تعديلات دستورية جديدة من شأنها تعزيز السلطة التشريعية أقرها البرلمان الجزائري بغرفتيها بعد سنوات من الجدل احتدم بعد اندلاع ما يعرف بالربيع العربي التعديلات التي صادق عليها أغلبية النواب البرلمانيين تشمل تحديد الولايات الرئاسية في فترتين كما تنص على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية ثانية في البلاد إن هذا التكريس الدستوري المتعلق بالمكونات الأساسية لهويتنا وهي الإسلام العروبة الأمازيغية بنص على أن الدولة تعمل منذ الآن فصاعدا وباستمرار على ترقية وتطوير كل واحدة من هذه المكونات من بين التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع الدستور الذي تقدمت به الرئاسة الشهر المنصرم منع حامل الجنسيتين من تقلد أي مناصب عليا في البلاد وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات نصص التعديلات التي اقترحها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بنفسه على البرلمان بدل عرضها على الاستفتاء الشعبية قوبلت برفض نواب المعارضة الذين اختاروا مقاطعة جلسة تصويت كونها لا تلبي طموحات الجزائريين وغير توفقية كما جاء في بيانات سابقة لأحزاب المعارضة ويرى متتبعون للشأن الجزائري أن استفراد السلطة بطريقة إعداد تلك التعديلات قد تكون محاولة لتجاوز الأزمة الراهنة وليس حلها بصورة نهائية فضلا عن أنها لن تغير أي شيء في البنية العميقة للنظام السياسي في بلد أضحى في أمس الحاجة إلى توافق حقيقي بين مختلف مكوناته للشماعية والسياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي